إيه ويها وليد بيكي ملكنا إيه ويها يعقلونه بيكي ملكنا إيه ويها لو ما حاكمتك 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 إيه ويها برقينا ربع الدولة بجبلنا حسم الاشتراكي أمره وقرر خوض المعركة النيابية وفقاً لما هو قائم ففي الساعات القليلة المقبلة سيدخل مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي وزارة الداخلية حاملاً سبع ترشيحات للانتخابات المقبلة أشوف حتماً رئيس الحزب الرئيس وليد جنبلات الوزير علاء الدين تره النائب نعمي طعمي والنائب إلي عون على مستوى دائرة علي مرشح الحزب الأستاذ أكرم شهيب دائرة بعبدالأستاذ أيمن شقير دائرة البقع الغربي رشية رفيق وائل أبو فعور هذه الترشيحات التي ستعلن سيتم الأعلان عنها خلال يومين المقبلين وسيتقدمون بترشيحات رسمياً مثل ما قلت هذا الأنون سير المفعول الأنونياً ودستورياً وبالتالي هذه الخطوة طبيعية في هذا الإطار اثنين هي أيضاً خطوة تأتي للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها أما المفاجأة التي يتكتم عنها الاشتراكي فتتعلق بمقعد بيروت المعلومات تؤكد أن الاشتراكية لا يرشح أحداً في بيروت في الساعات القليلة المقبلة وأن غاز العريضي الحزبية الذي تربع على عرش مقعد بيروت ثلاثة عشر عاماً سيكون الغائب الأبرز عن طلبات الترشيح التي ستقدم بدايةً نحن أعلننا على مرشحي الحزب ومرشحي جبهة النضال التعلمين في عدد من الدوائر اللي ذكرت هناك مرشحين يعني كانوا متحالفين مع الحزب التقدمي الاشتراكي وبعضهم ينتمي لقوى سياسية أخرى حتماً هذا الأمر خاضع يعني العلاقات الانتخابية والعلاقات السياسية في المرحلة المقبلة وبالتحالفات جزء كبير مننا خاضع لطبيعة التحالفات لنوع التحالفات ومع أي قوى سياسية تعلمين تماماً أن هذا الأمر لم يحسم حتى حينه وتكر صبحة المفاجآت المعلومات ترجح فك التحالف بين القوات والاشتراكي في الشوف وتقول جورج عدوان من المغضوب عليهم والمستبعدين لما له من باع طويلة في اقتراح اللقاء الأرثودكسي أما دوري شمعون فلا إشكال معه وجنبلات لم يسقط الحرم عليه وخصوصية مروان إحميدي محفوظة عند بيك المختارة إذن الاشتراكي أول الأحزاب التي ستفتتح معركة الانتخابات النيابية المكبلة بلوائحة غير مكفلة شأنها شأن التحالفات التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات